اشتركوا في القناة ويادته بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين ومؤكدا أن مصر تنظر بعين التقدير إلى الهند كونها إحدى آرق الأمم على مستوى العالم ولإسهماتها العظيمة في جميع المجالات وأن مصر تسمن مسيرة التعاون المسمرة بين البلدين وتتطلع لتبادل الخبرات في مجالات التنمية المستدامة خاصة ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات من جانبه نقل وزير الخارجية الهندية رسالة من رئيس وزراء الهند تتضمن الإعرابة عن اعتزاز الجانب الهندي بعمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وتطلع إلى استكشاف أفاق جديدة للتعاون المسمري بين مصر والهند وصولا إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية خاصة في ظل كون مصر تمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية فضلا عن الإنجازات التنموية الضخمة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية على مختلف الأصعيدة بقيادة حكيمة ورؤية ساقبة للسيد الرئيس أضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تترق إلى سبل تعزيز أوتوري التعاون السنائي بين البلدين في عدد من المجالات بما يتصق مع مكانة وإمكانات الدولتين ويلبي طموحات شعبيهما الصديقين خاصة على صعيد تصنيع المشترك وتبادل الخبرات في المجال العسكري فضلا عن تبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين إلى جانب التعاون في مجال التعليم التكنولوجي بالإضافة إلى تعزيز نشاط الشركات الهندية في الاستثمار في مصر كما تم استعراض آخر المستجدات بالنسبة للأوضاع ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الدولي والإقليمي خاصة ما يتعلق بتدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على قطاعات الطاقة والغذاء والاقتصاد كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد جو كايزر رئيس المجلس الإشرافي لشركة سيمانز العالمية للطاقة وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اللقاء تناول بحث التعاون المشترك مع شركة سيمانز العالمية للطاقة في مشروعات الطاقة الخضراء في إطار سعي مصر لتصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج وتبادل الطاقة الجديدة والمتجددة وقد آرب السيد الرئيس عن التقدير لما حققته شركة سيمانز من إنجازات في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر وجهودها الناجحة في إنشاء محطات توليد الكهرباء في مصر مؤكداً سيادته التطلع لتعزيز الاستفادة من خبرات الشركة في عدة قطاعات التنموية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الربط الكهربائي بالإضافة إلى التدريب والتأهيل المهني للكوادر المصرية فنياً وحرفياً على نحو يرسخ المعايير الألمانية المتمثلة في قيم الأداء العالي والمستوى الدقيق في الإنتاج من جانبه آرب السيد جوكايزر عن تشرفي بلقاء السيد الرئيس مثمناً مسيرة تعاون المسمرة مع مصر والتي تجسدت في عدة مشروعات في مجال الطاقة أبرزها محطات سيمينز السلاسة الحديثة لتوليد الكهرباء التي أصبحنا العمودة الفقارية الحالي لشبكة الكهرباء المصرية حيث تعتبر هنا سيمينز إحدى الأيقونات البارزة في تاريخ نشاط الشركة منذ إنشائها كما أكد السيد كايزر عن تطلع سيمينز الاستمرار وتطوير الشركة القائمة مع مصر خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك على خلفية الإنجازات الملموسة التي تحققت في مصر خلال الفترة الماضية في مجالات التنمية وتطوير البنية التحتية واعتزاز شركة سيمينز بتعاونها الوثيق مع مصر والذي أصفر عن نجاح كبير لأنشطتها في مصر نظراً للدعم والإشراف المباشر من قبل السيد الرئيس اشتركوا في القناة